يستيقظ الأردني محمد أبو زكريا في وقت مبكر كل يوم ويخرج من بيته في مهمة خاصة لإنقاذ كتب ثقافية قديمة ومصاحف متهالكة وترميمها ثم إتحتها مجانا لمواطني بلده الآخرين الذين يحتاجونها ويجوب أبو زكريا صاحب السبعين عاما مدينة جرش ومحولها يوميا بشاحنته الصغيرة بيضاء اللون بحثا عن الكتب الملقى سواء في الشوارع أو بجوار حاويات القمامة بجمع من جميع أنحاء المملكة بجمع في كتب بالشوارع المرمية خاصة الكتب المدرسية بداية الفصل ونهاية الفصل بجمع من الحاويات لطفا للعبارة بجمع من الدور بجمع من كل المناطق من المصاحف اللي وراك التلفاني من مستودعات المساجد من المساجد من الدور وبعد أن يجمع أبو زكريا الكتب يعود لمكتبته الصغيرة لترميم ما يصلح ترميمه منها أو حرق تلك التي لا يمكن إصلاحها أنا اللي بجمعه مو كله بتلفه أنا بفرزه بالمكتب هاي اللي هوان اللي ممكن استصلاحه من استصلحه من وزعه مرة ثانية مجانا بلاش اللي مش ممكن استصلاحه منحرقه ببيت نار خاص بس على ست تلف سبت تلف نسخة خلال 24 ساعة بكل رماد ويؤكد أبو زكريا على أنه سعيد جدا بمهمته لكنه في ذات الوقت يشعر بأسا بالغ حين يرى مثل هذه الثروة الثقافية ملقاة في الشوارع سعادة لا تتوصف طبعا سعادة تتوصف وبنفس الوقت يعني إشي بدم القلب لما شوف لغة عربية بجانب الحاوية أو بالحاوية أو بها المناطق يعني سعادة وإشي بدم القلب ويوضح أبو زكريا أنه جمع منذ سبعينيات القرن الماضي ما يقرب من مائة ألف كتاب من أنحاء المملكة الأردنية وتضم مكتبته الصغيرة الملحقة بمنزله نحو ثلاثة ألاف كتاب بينها مائة مصحف ويفتح أبو زكريا مكتبته الصغيرة للجمهور ليحصلوا على ما يريدون من كتبها مجانا ويأمل أن يسهم جهده في نشر ثقافة القراءة بين الأردنيين